بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحذير خطير جدا من قائد القوات الخاصة وقت حدوث الانقلاب العسكري من سبع سنوات في الـ 2016 وهذا الرجل حقيقة قال كلام خطير للغاية أن المرة دي خدته على محمل الجد مش زي الكلام اللي أردوغان قالوا من زمان وما خدتهش على محمل الجد وبعدين طلع في محله تماما هذا الرجل ماذا قال يا أبو الأبطال وهل كلام له محل من الإعراب وهل أردوغان مستعد لهذا الكلام وقصة الانقلاب العسكري من البداية ولماذا فشل الانقلاب العسكري وأمور كتير هنتكلم فيها فركز معايا يا أبو الأبطال وإوعى تنام مني الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي وكيف يمكننا في أي بلد عربي نفشل انقلاب العسكري لاحقا ده اللي هنتكلم معاه بالترتيب أول حاجة يا سيدي قائد القوات الخاصة السابق أعتقد اسمه زكاي وفي ناس بتقول زكاي وهذا الرجل يابو الشباب يفاجئ الناس بعد سبع سنوات من فشل انقلاب العسكري وبيقول ان جماعة غلون لازالت ناشطة في تركيا ولازالت خطيرة في تركيا وانا كتبت تعليق على تويتر للكلام ده على طول قلت له فين السلطات وازاي السلطات سيبقاهم يشتغلوا لحد النهاردة واي هي علاقتهم بالانقلاب العسكري الاخ الاخ يعني شوية تعليق ده لكن انا طبعا عارف الاجابة لكن عايز استزيد ربما حد يضف لي شيء ماهوش عندي باختصار يا ابو الابطال الناس بتوع جماعة غلون هؤلاء يا ابو الشباب هم طبور خامس خلايا نائمة وهم يعتبروا امتداد لجماعة الاتحاد والترقي اللي هم قضوا على الدولة العثمانية وخانوا السلطان عبد الحميد وقصتهم حزينة ومعروفة وخدعوا الشعب والشعب بقى يهتف باسمهم على ان هم ينقلوا تركيا الى مصاف الدول المتقدمة وبعد ذلك الشعب لما استفاق من الغفلة وشاف نتيجة الانقلاب على السلطان وشاف الامور دية بدأ يعرف ان حياة ازدادت فقر وازدادت تعاسى والغرب زادت وسيطرة الغرب زادت على الامور الداخلية فبدأ يستفيق وبدأ يندم كما قلت لكم من قبل على ان هم انقلبوا على السلطان عبد الحميد لكن اندموا زي ما انتم عايزين مفيش في اديكم حاجة تعملوها خلاص العساكر سيطروا واصبح عليكم كلاب حراسة مسعورة واللي هيرفع راسه منكم هيطيروها وظلم وجبروت ونظام قانون عصابة وما فيش مكان للعدالة اعملوا اللي انتم عايزين واو اللي تقدروا عليه ما يقدروش على حاجة طبعا لانهم شعب اعزل لا يملك سلاح ولا يملك مخططات ولا يملك دعم مخابراتي ولا يملك اي عنصر من عناصر القوة يا ابو الشباب ايه هو خليني ارجع لي الاحداث الحالية واقارن لك بين هذا وذاك وتلك فالخلاصة هذا قائد القوات الخاصة اللي كان موجود في في عمله هو الوقت يعني على المعاش كان موجود في وقت عمله ووقت حدوث الانقلاب العسكري وهو الآل عمر خالص الله يرحمه عمر خالص ديميري او ديمير قال له انت الان في يعني انت الان في وقت التضحية وفي وقت الشهادة سامحني يا ابني لابد ان يوقف هذا المنقلب اللي هو القائد كان اسمه سميح ترزي ولازم ان انت توقف باي طريقة وما تسلمش مقر القوات الخاصة لانه طبعا زي ما انتوا عارفين تسليم مقر القوات الخاصة يعني السيطرة عليها وعمل اغتيالات بقى سياسية مش اقولك بالعشرات اقولك بالمئات ويمكن بالالاف كمان للعناصر الناشطة لانه المخابرات الامريكية بتبقى محددة على القوائم بتاعتها الناس اللي يجب التخلص منها سواء بالقاتل او بالسجن وبتبقى محددهم بشكل دقيق جدا وبتبعت لكل واحد مجموعة ما يقدرش يقومها المهمة عمر خالص ديمير سمع كلام القائد وقتل انقلابي كان اعتقد الجنرال اللي هو سميح ترزي وده عرق المخططات بتاعتهم واربك الحسابات وخلى اللي كانوا جايين معاه كانوا اربعين واحد اعتقد خلاهم يبقوا كأنهم جسد بلا رأس وشل الحركة وعطل والاحداث دي اعطت فرصة لغير عمر خالص ان هم يتحركوا طبعا القوات اللي كانت جاية مع المنقلب هذا سميح ترزي قتلت عمر خالص الله يرحمه عمر خالص ده كان عنصر من اهم العناصر التي ساهمت في افشال الانقلاب العسكري طبعا فيه ناس بتبالغ وبتقولك هو الاساس والاصل وكده لكن انا اقولك نعطيله حجمه الله يرحمه ويقبله في الصالحين هذا الرقيب رقيب اول كان هو يعني اعتبر فيه الالاف زيه فيه الجيش وفيه القوات الخاصة لكن هو اللي قتله الفرصة للتضحية بالمناسبة عندنا فيه بلاد العرب يعني المئات والالاف اللي زي عمر خالص بس مش وغدين فرصتهم وامريكا والغرب بيعملوا ابتداءا ان هم يشوفوا الناس المخلصة اللي زي كده من البداية من البداية بيجيبوهم بيعرفوهم عن طريق التجسس في المدرسة بيعرفوهم عن طريق التجسس في المسجد بيعرفوهم عن طريق التجسس في حضور المؤتمرات الدينية بيحصروهم وبيعرفوهم وبعد كده بيدخلوهم السجن فترة وبيعملوا دراسة داخل السجن عشان يحددوا فعلا من هم الناس دول بالضبط وبعد كده بيتخلصوا منهم يا اما بالسجن مدى الحياة على نظام الاعتقال واقول لك جدة 45 يوم 45 يوم 45 يوم وبتوصل الحكاية دي لخمسين سنة وفي ناس بتموت جوه السجن على حكاية الـ 45 يوم دي يا اما الحل التاني ان هم يلفوا لهم اي قضية من قضايا امن الفرخة اقصد امن الدولة مباحث امن الفرخة بيلفعولهم اي قضية من القضايا وبيدخلوهم على الاعدام وانتو عارفين القضاء ملوش اي قيمة في اي دولة عربية يا اما بيستدرجوهم الى اماكن الجهاد زي ما استدرجوهم الى افغانستان طبعا اللي مات مظلوم اجره على الله واللي رايح على المكان زي كده نية لله سبحانه وتعالى برغم ان هو رايح خد تصرف عملي خاطئ لكن هو نيته ايه هو نيته رايح يقاتل في سبيل الله لكن التصرف العملي خاطئ للغاية على فكرة في بعض الاخوة بيعتبروني اننا مثبت عن الجهاد والاجابة على السؤال ده اعايز حلقة او هعمل لها حلقة عشان مخرجش عن الموضوع خلينا ارجع لموضوع تركيا يا ابو الابطال عشان اخلص الفقرة بتاع قائد القوات اه الخاصة السابق اه اللي هو قال فيها ان جماعة غلون ما زالت تعمل وتشتغل طيب هو ليه اردوغان ساكت عليها طبعا المخابرات التركية واصلا الامن التركي من الداخل بكل الاجهزة بتاعته عرفينهم اكيد بالواحد مش هقولك ان هم صبرين عليهم عشان خاطر يعرفوهم واحد بعد التاني ولينا سبع سنين على الحكاية ليت انا اقولك عرفينهم ومتأكدين ان هم دول وما فيش غيرهم كمان طيب ليه هم صبرين عليهم يا ابو الابطال هم صبرين عليهم لسبب بسيط جدا ان تركيا ما هيش دولة بوليسية يعني السيسي عدو الله لما جاء في مصر وبعد كده عمل انقلبتها وعمل ازاي عارف كل كل العناصر الخطرة عن طريق المخابرات الامريكية والموساد راح اعتقلهم جميعا وتخلص منهم جميعا قتل اللي قتلوا واللي موجود في السجن موجود في السجن وما فيش محاكمات وما فيش اي حاجة وما بيطلعش حاجة وما بيطلعش حد ليه؟ لان هي دولة بزرميت في الحقيقة ماهيش دولة دي عصابة حكمة دولة يعني عصابة انقلابية فعلا عصابة بمعنى الكلمة يعني زي عصابة المخدلات زي عصابة خطف الناس زمان وعلى فكرة عصابات خطف الناس موجودة لحد الوقت وبكثرة الموضوع مش قليل بس أنا مش عايز اخرج عن الموضوع فالسيسي والفرقة اللي حواليه زي جمال عبد الناصر والفرقة اللي كانت حواليه زي بقى ناس كتير غيرهم محمد بن سلمان وبن زيد ومش عارفين كل واحد هو والفرقة اللي حواليه يا ابو الشباب دول كانوا ايه دول عبارة عن عصابة وزعيم عصابة مش دولة ابدا باي مقياس من المقيس وبالتالي لما بتكون في عصابة زي كده يا ابو الابطال بتتخلص من خصومها عن طريق القتل او الحبس مدى الحياة او احيانا يعني يحنوا بامراض او كده يعني اجرام شديد جدا وانتوا عارفين بقى اللي حصل في سجن جوانتانامو والسجن بتاع بن سلفينيا اللي انا كلمتكم عليه قبل حوالي اسبوعين تلاتة تجارب على البشر يعني تجارب حية على البشر تجارب علاج جديد على البشر شحن البشر او حقن البشر بامراض معينة عشان يجربوا المضادات الحيوية وقصص حزينة مش عايز اخرج من موضوع الخلاصة الدولة العصابة اللي هي تشكيل عصابي بتعمل كل حاجة لكن الدولة اللي هي فعلا دولة وبتراعي المواطنين بتوعها ما بتعملش اي حاجة غير لما يثبت عليه شيء قانوني ودي مسألة طبيعية جدا طيب واحد يقول لي يا كابتال لطيف يعني جماعة جماعة فتح الله غول هناك مش ثابت عليهم اي شيء اقول لك كل اللي ثابت عليهم شيء في السجون ودي اصلا كانوا وغدنا على اردوغان وبيقول له انت اعتقلت 165 الف او 200 الف شخص بعد الانقلاب العسكري مباشرة واللي انت اعتقلتهم دول مش عارف يعني عدد مبالغ فيه وكان المفروض تحاسب الناس اللي شاركت في الانقلاب فقط وكذا لكن اردوغان عارف الناس اللي شاركت في الانقلاب وهو فعلا ما اعتقلش غير الناس اللي شاركت في الانقلاب لكن فيه ناس شاركوا بشكل خفي وبدعم خفي ولو بتوصيل معلومات ولو بترتيب ولو بكذا الشعب ما بيشوفش الطائفة دي وعشان كده ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الشعب ما بيبقاش مقتنع ان هناك كمية بهذا الحجم موجودة في السجون وهي كانت مع فتح الله غلون المهم القضاء التركي برق كميات كبيرة يا راجل برق يمكن ستين سبعين ألف واحد منهم ناس كانت ركبة دبابات وفي الشارع وبتشارك في الانقلاب ومتصورة ومحطوطة في الشارع والقضاء برقها يا بل ابطال واحد يقول لي يا كابتل لطيف هو ازاي القضاء يبرق ناس زي كده اقول لك لان هم اعتبرهم ان هم كانوا مجبورين على طاعة الاوامر العسكرية وما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل هو القضاء نظر من هذه الزاوية وبعد كده برقهم وطبعا اردوغان مش هيخش في معركة مع القضاء عشان ناس زي كده ولا هيعمل حاجة زي كده اللي يقدر يعمله اردوغان هو اصلاح القضاء واصلاح القضاء ده مش وقته لانه قصة حزينة مش اصلاح القضاء يعني ازاخة القضاء زي ما نتنياو في اسرائيل عايز يعمل او تعديل البنور بحيس انه يهرب من شيء او كده لا اصلاح القضاء القضاء ننتقل الى السؤال الاخطر الوقتي هما جماعة غلن اللي هما متوغلين في المجتمع التركي حجمهم اديه وممكن يعملوا ايه اول شيء مسألة حجمهم وعددهم اديه دي صعب انك انت توصلها بشكل دقيق لكن ممكن تتخيلها بناء على نتيجة الانتخابات السابقة في 48% من انتخبوش اردوغان لسبب او لاخر يا ابو الابطال انا اقولك اغلبهم لاسباب اقتصادية بسبب تدهور الليرة التركية في الفترة دية الليرة التركية رجل كان الدولار ب2 ليرة وب2 ليرة ونص وب3 ليرة وصل الوقت الدولار ل26 ليرة فطبعا في ناس انزعجت من هذا الموضوع ولكن الناس ديت ما بيحسبوهاش بشكل دي صحيح مش حاسبين الحرب الخارجية اللي على تركيا وهم يتوهمون انه لو اردوغان مشي الاقتصاد هيتحسن بسبب تسميم الافكار من الاعلام الغربي ومن الاعلام الداخلي لكن حقيقة الامر لو اردوغان مشي على النحو اللي امريكا عايزاه الليرة هترجع الدولار بمليون ليرة وبخمسة مليون ليرة زي ما كانت زمان قبل اردوغان والدنيا هتخرب بمعنى الكلمة لكن دايما المواطن مش فاهم حاجة لذلك انا بقولك انا حكاية ضد ان كل واحد ينتخب ديت وحكاية ان اللي عايز ينتخب ده حق دستوري اقولك اه حق دستوري لكن برضو بشكل دستوري يلزم الجميع ان الصوت الانتخابي لازم يعمل كرس معين في السياسة غير كده مش هيبقى ليه انتخاب زي رخصة العربية كده حق دستوري لكل العالم ان هي لأي واحد انه هم يسوق السيارة لكن بيقوله قبل ما تسوق السيارة اتعلم ازاي تسوق السيارة فبناء على نتائج الانتخابات انا اقولك ان الجماعة بتوع فتح الله غلون نسبتهم قد تكون نصف او ثلث او ربع الذين لم ينتخبوا اردوغان يعني هما اللي ما انتخبوش اردوغان 48% ممكن يكون 24% او 12% او حتى 6% كحد ادنى طيب هما الوقتي بيعملوا ايه هما الوقتي جيالهم تعليمات من المخابرات الامريكية ان هما مفيش حد فيهم يخالف القانون لان هما معرفين ان السلطات في تركيا مستنية اللي يخالف في القانون عشان تمسكوا وتشدوا وتحقق معاه وتهددوا بحبس طويل وإلا يتعاون معها ويوقع الشبكة التانية وتجيب ادلة اكتر وبكده تقدر الشبكة كلها او اغلبها يقع فالمخابرات الامريكية طبعا بتقولهم لا الوقت يستكينوا واقع حد يخالف القانون واستعملوا بس حققهم الدستوري اللي بيتيحوا الدستور سواء في انتخابات او في تعبير عن رأي ولكن ايه ما تعملوش اي مخالفات وبالتالي يفضل الجرح ده في جسد تركيا والدولة لما يكون عادلة مش تقدر تعملهم حاجة لان ما ظهرش منهم اي حاجة لكن كله متربص وبينهم تواصل ومنتظرين ساعة الصفر وساعة التمكين او ساعة الصفر وساعة الساعة المخابرات الامريكية هتأمر فيها مرة تانية وينقضوا على الحكومة ويعملوا انقلاب ويسمون ثورة شعبية على فكرة انا اقول لك الانقلاب عن طريق الجيش مرة تانية ده شيء يعني صعب جدا الانقلاب عن طريق السلطات بشكل عام او اي جهة في السلطة برضو يعني شيء صعب جدا لكن الخوف الوقتي من ان امريكا تستعمل بتوع فتحلى غلن وتعمل ثورة شعبية مسلحة هتقول لي مش هيدروا على السلطات لان السلطات عندها امكانيات اكتر وكذا واقول لك نعم انا متفق معك في هذا الرأي ولكن عايز اضفلك بعد عشان تشوف الصورة كاملة البعد ده انه على الاقل خالص تحصل حرب اهلية وتبدأ امريكا تحاول التدخل من هنا او من هناك لكن طبعا في ضوابط الصراع العالمي والروس مش هيسكتوا والصينيين مش هيسكتوا بل ايران نفسها مش هتسكت هتقول لي يا عم انت عملت اشتن في ايران وبتقول عليهم المجوس الروافض المش عارفة اقولك نعم بس في الحالة دي مش هيسكتوا لان في الحالة دي عارفين انه انه الامريكان لو سيطروا على تركيا بشكل كامل الهدف اللي بعدهم هيبقى الايرانيين وهيبقى الروس هم مش هبر هم ما بيدخلوش يعني حبا فينا زي كده ايران بتدعم حماس ومحدش يقدر الحكاية دي وقادة حماس اعترفوا ان ايران بتدعم حماس لكن هم الايرانيين والمجوس وحزب ايران اللبناني والروافض كلهم بشكل عام بيتفخروا ان ايران بتدعم حماس في الوقت اللي ما فيش بغل من بغال العرب بيقدر يدعمها انا هقول لك يا ابو الشباب الكلام ده واقع حقيقة محدش من العرب خالص بيدعم حماس عسكريا والدعم ايراني لكن ايران ما بتدعمش حماس لانها بتحب الدين ايران ما بتدعمش حماس لان هي حريصة على القدس ايران ما بتدعمش حماس للاسباب دي ايران ما بتدعمش ايران بتدعم حماس عشان تحقق توازن قوة وتهدد اسرائيل وتعدل الميزان الرضعة يعني عشان مصلحتها مش عشان دين ولا كده وحتى صبحي الطفيل اعترف بشيء من هذا القبيل لما جم الايرانيين يدعموا الارمن ضد الازرباجينيين الشيعة فاستغرب الراجل قال لهم دول شيعة زينا ازاي تدعم عليهم الارمن فرد علي وزير الخارجية الايراني بصراحة معلش انا خاركت من الموضوع سخلينا كفيه فقال له يعني كلموا بصراحة قال له مصلحتنا في هذا الاتجاه يعني قال له حتى مصلحتكم في هذا الاتجاه حتى اما تدعموا النصارى على الشيعة وهم انقلبوا على الطفيل وانقلب عليهم هو من هذا الامر وبعد كده مشوه وجابوا اسموه نصر الله دالوقتي وكده فخليني ارجع للموضوع بتاعي عايز اخش على السبب الاساسي والاصلي والرئيسي في افشال الانقلاب العسكري على تركيا ففتح معايا عشان الكلام الجاي ده مهم ومهم جدا لما تيجي ترتب اسباب فشل الانقلاب العسكري على تركيا تحتار تحط مين في المركز الاول الصراع العالمي في المركز الاول ولا استعداد اردوغان من اول ما مسق السلطة في المركز الاول والسببين في منتهى الاهمية وصعب انك انت تقول ان ده اهم من ده فانا ارى الاثنين في نفس المستوى وهشرح لك الاثنين فركز معايا واوعا تنام مني من اهم اسباب فشل انقلاب العسكري هو ان اردوغان استعد من اول يوم يمسك فيه السلطة ازاي اردوغان استعد يا ابو الابطال ارفقت معايا لو سمحت اردوغان عمل شركة امنية سماها سادات وهذه الشركة الامنية يعني بتقدم خدمات امنية يعني بتجيب عمال امن يروح يحرص شركة يروح يحرص ومقر يروح يعني بتقدم خدمات زي كده وبعد ذلك يا ابو الابطال الظاهر بتاع الشركة دي ان هي بتقدم خدمات امنية لكن الباطن بتاعها اردوغان كان بينظم عمليات تواصل واسعة بين افراد الشعب اللي هم موليين له يعني بين الاسلاميين باختصار عشان خاطر اردوغان عارف ان اخطر حاجة واهم شيء لمقاومة الانقلاب هو عمل تواصل بين افراد الشعب عشان يشجعوا الناس ان هم يطلعوا وعشان يدعموا الناس دعم مخابراتي يقول ده انت روح هنا والطريق الفلاني جاي فيه دبابات حد يروح يعرقلها الطريق الاخر ده فيه كذا حد يروح يتصدلهم ويبدأ انه ينظم ويرطم الناس يبعت الناس على المطار لذلك انت تلاقي اردوغان جاء بالمطار بعد ساعات قليلة جدا من بدء الانقلاب وهو مطمئن لانه عارف ان الرجال بتوعه اللي هو ملتبهم والمخابرات الامريكية ما تعرفش عنهم حاجة راحوا واعتقلوا الانقلابيين اللي جوه المطار ورق ادوهم في الارض زي ما انت شكتوهم في الصور بل ان البعض اللعهم الهدوم بتاعتهم وضربوهم علق مظبوطة واعتقلوهم واللي رحموه او يعني اعتقلوه هو مطراص ومتجنوا على دماغه فالخلاصة الشركة الامنية اللي عملها اردوغان هذه كان لها دور كبير جدا ودي تقدر تسميها الحصان الاسود في افشال الانقلاب او تقدر تسمي الشركة هذه البطل الخفي في افشال الانقلاب لان هم اللي رتبوا الشعب وهم كشركة ما يقدروش في الحقيقة لكن هو كان دونهم الترتيب والتنظيم وارشاد الناس وتشجيع الناس ان هم يخرجوا ويهبوا وهبت رجل واحد وخد بالك اي شعب لو هبهبت رجل واحد الحكومة ما تقدرش توقف قدامه حتى يعني المهم تشوف حتى لو الحكومة عندها احدث الاسلحة والشعب ده هبهبت رجل واحد مش هتقدر الحكومة ان هي توقف يعني توقف الشعب هتنزل منه طبعا قتلى كثير جدا لكن ما تقدرش يتوقفه لكن كل ما يكون الشعب ده عنده وعي وكل ما يكون الشعب ده عنده تواصل وعنده دعم مخابراتي وعارف يتحرك عايز تتحقق من النظرية هذه شوف الضحايا اللي حصلوا في فشل انقلاب العسكري التركي وقارنهم بالضحايا اللي حصلوا في الانقلاب العسكري المصري اللي نجح طبعا في ناس كتير بتقولك لا اصل المصريين كانوا سلميين اقولك كانوا مخدوعين في الحقيقة لانه السفيرة الامريكية خدعت المرشد وقالت له احنا معاكم ومش عايزين اراق الدماء واحنا هنوقف السيسي عند حده وهنوقف الجيش عند حده لكن المطلوب منكم ان كنتوا تكونوا سلميين فخرج المرشد يقول سلميتنا اقوى من الرصاص بيعول على وعود السفيرة الامريكية اللي خدعته ما كانش المفروض ان هو يصدقها بس حتى يعني يعني يقدر الله ما شاء فعل فحتة السلمية مع المجرمين دول في وقت زي كده ما تنفعش طبعا لازم تواجه القوة بالقوة وتدافع عن نفسك يعني لازم تدافع عن نفسك والقوة تفرض الواقع وتحميه لما يكون المجرم معها قوة مش هيرحمك انا واثق كل ثقة مش هيرحمك ارجع للموضوع وقولك اضف الى استعدادات اردوغان لمواجهة الانقلاب العسكري تضمنت اشياء كثيرة مثل الاتفاقات الخفية مع الروس والروس عندهم مصلحة قوية في ان تركيا تتحرر من انياب الامريكان ازاي الكلام ده ما هو روسيا تتمنى ان هي تسيطر على تركيا بل روسيا ترى يعني ما زالوا يحلمون بانهم يرجعوا يحتلوا القسطنطينية مرة تانية ويسيطروا على البسفور ويسيطروا كمان على دلردنيل ويحتلوا تركيا بل والبلاد العربية كلها ان امكن لكن الوقت الروس شايفين ان احلمهم دي بعيدة المنال بسبب ان الذئاب بتوع الغرب وقفن لهم وافترسوهم في مواضع كثيرة وغدروا بهم في مواضع كثيرة اتفقوا مع نيقولة الثاني وغدروه وقتلوه زي ما قلتلكم قبل كده ونيقولة الاول هو اصلا صاحب فكرة سايكس بيكو لكن الانجليز والفرنسيين عدلوها بحيث ان هم ما يدوش لما يدوش للروس حاجة فالخلاصة بوتين والصين مختنعين ان الغرب لن يفي بشيء ومختنعين ان الغرب طول ما هو مسيطر على التركيا يفضل حابس الروس داخل البحر الاسود بل كان بيسعى ان هو يحبسها داخل البحر ازوف ولو لجح كان هيسعى ان هو يزحها من الحدوء البتاعتها وكل ده مش بجنود الغرب ولا حاجة وكان جاب لهم مرتزقة من هنا ومن هناك عموما ده موضوع بعيد خلاصة الفقرة الصغيرة هي ان روسيا قدامها ثلاث اختيارات اختيار ان هي يعني تأخذ تركيا ككل وهذا الاختيار ما تقدرش تنفزه الاختيار التاني ان هي تسيب تركيا فيه انياب الغرب وهي ذاقت مر العذاب بسبب هذا الاختيار وما عادش عندها اي قدرة على الاحتمال ولازم الاختيار ان هي تكسر باي شكل من الاشكال ان تركيا تتحرر وبعد ما تركيا تتحرر يبدأ الروس ان هم يتفهموا مع الاتراك بناء على مصالح مشتركة ويوجهوا الغرب ويسلطوا الاتراك والمسلمين على الغرب في موضوع الصراع العالمي انا تعريبا شرحت الفقرة بتاع الصراع العالمي دا كان اردوغان كمان ايه مجهز لها فكده فقرتين في فقرة واحدة هي استعدادات اردوغان لسه كان اردوغان عنده استعدادات كمان من الداخل بالتجسس على الخصوم والتجسس على الناس اللي هو بيشتبه فيها لذلك تلاقي ان هو ابقى واحد زي خلوس اكار مثلا في المنصب بتاعه لانه كان عارف ومتأكد ان هذا الرجل بريء ومورش مشاكل وماش مشارك معهم وكده فالخلاصة يعني استعداد اردوغان ده كله تسميه استعداد اردوغان والفقرة اللي أنا حكيتها لك اللي هي الصراع العالمي وضرورة كبيرة جدا لروسيا والصين ان تتحرر تركيا ليس حبا في تركيا ولكن نكاية في الغرب وفي الامريكان وفعلا من ساعتها الغرب والامريكان بينهاره كل يوم اسوأ من الانهيارات اللي قبليه طبعا من الاسباب المهمة كمان اللي هو ان عمر خالص قتل واحد من كبار قادة الانقلابيين ودي حكيتها لك في اول الفيديو ومش عايز اعود اعيد فيها مرة تانية فيه كمان بقى في من اسباب فشل الانقلاب العسكري كمان يابو الابطال في تركيا فتح معايا عشان برضو الكلام الجاي اللي هقوله لك ده مهم جدا السبب هذا هو ان اردوغان انسحب من المقرال بتاعته في الوقت المناسب وجم الانقلابيين وجم المنقلبون على المقرال بتاع اردوغان على اساس يعتقلوه او يقتلوه لأيوه مش موجود وبكده طلعت اشعات ان اردوغان هرب وبعد ذلك يا ابو الابطال يعني سويعات قليلة ويظهر اردوغان في المطار ونزل وبكل ثقة ويتكلم مع المناصرين بتاعه وكده ودي اعتقد يعني ما كانتش هي الركن الاساسي في افشال الانقلاب لكن تقدر تقول عليها الضربة القضية اللي فعلا خلت خلاص كله مقتنع ان الانقلاب فشل وفي الختام عايز اقول لك يا ابو الابطال انه اللي هما جماعة غلون دول موجودين مش في تركيا بس دي بقولك موجودين في 60-70 دولة اسلامية وموجودين في كل دولة باسم تاني وباسم مختلف انا اعتقد الجماعة اللي هما المشايخ السيسي بيشهرهم بتوع الازهر زي اسموه اسامة الازهري وزي جندي وزي مش عارف مين وزي كذا دول كلهم بيسوقوا الاسلام المستورد من امريكا وبيحاولوا بكل جهدهم انهما يفسدوا في فكر الشعب ودول ممكن يكونوا صورة من الصور او ان ما كانوش صورة تبعة لغلل هتكون يعني هيكون تنظيم مستنسخ من فكرة ايه غلل هتلاقي الفكرة دي هتلاقي دول كمان هتلاقي زي الجامية والمهلبية والملوخية اللي هما محمد بن سلمان بيدعمهم من الوقتي محمد بن سلمان خلاص تخلى من زمان عن الاسلام السلفي وعن دعم الجهاد لانه خلاص قتل من المجاهدين ما يكفيه وكده وعايز هو بقى يتخلص من الفكر الاسلامي ابتداءا فبدأ يستعين بالمداخلة ويستعين بالجامية ويقدم الناس دي للناس على ان هذا هو الاسلام السلفي والسلف براء تماما من هؤلاء يا جماعة فالنموذج ده موجود في كل بلد والهدف بانه تغيير مفهوم المجتمع وتضليل الشعوب ونس واقتلاع جذور الاسلام من الشعوب الاسلامية ده هو المطلوب لكن الوقت ترنظيم غلون ظهر في تركيا ليه لانه اصبح ضده مقاومة شديدة واصبح ضده ادارة قوية بتكشفه وتفضحه كل شوية لكن لو رحت سوريا هتلاقي الجماعة بتوع عدو الله بشار الاسد وهتروح الاردن هتلاقي ابن ابو لها بهناك وهتلاقي برضو حواليه فرقة المنافقين اللي انت عارفها هتروح مصر هتلاقي عدو الله السيسي والجيش الصهيوني المصري الجيش ده صهيوني صهيوني اكتر من الصهيين نفسهم وامريكا ما عملتش ثمرة في حياتها في هذه المنطقة اكتر من الثمرة اللي هي صهيانة الجيش المصري من الالف الى الياء وده السر اللي خلى حسن مبارك احد ثلاثين سنة في الحكم لانه هو كان منبطح جدا وهم كانوا عملين يرتبوا في الجيش وكانوا عملين يعينوا القيادات اللي هم عايزين وكانوا عملين يعني يعملوا عمليات ابتزاز وطوريط للقادة في جرائم في امريكا وكانوا عملين يعمل امور دي لحد ما اقول لك الوقت قناعتي على الاقل اكبر 10 الاف ضابط او على الاقل اكبر 5 الاف ضابط في الجيش المصري هتلاقيهم كلهم مصهيانين وعليهم بلاوي وعليهم فضائح وعليهم خالفات مالية وعليهم جرائم اغتصاب وعليهم مش عارفه على فكرة ممكن يكونوا لعمل اغتصاب ولا حاجة بس هم متلفق لهم الجرائم دي وامريكا وقت ما تحب تنتقم منهم تفتح لهم الملفات القديمة فالخلاصة القائد الحقيقي لمصر هو المساد الاسرائيلي والمخابرات الامريكية او على الترتيب المخابرات الامريكية ثم المخابرات الامريكية ثم المخابرات الامريكية ثم المساد الاسرائيلي الوقت اللي امريكا خايفة منه هي خايفة من انتشار عدوى انفلات السيطرة وطبعا انت شفتوا بلاد فعلا الوقت بدأت ان هي يعني تعادي امريكا وتتبقح على امريكا وبلاد بدأت ان هي ترفض الاوامر الامريكية وبلاد بدأت ان هي تخش في مساومات مع امريكا لهم يعني كانوا كلاب حراسة في دولتين ثلاثة كده او امريكا كانت بتعتبرهم كلاب حراسة الا ان هما تمردوا واعلنوا العصيان وبعد ذلك في دول على الطريق عموما ده مش موضوعي وان شاء الله رب يصلح على المسلمين والسلام عليكم